النهاردة قدرت النادي الاهلي غاضبة جدا وقبلغت بيتسو موسيماني ان تجديد التعاقد او الكلام عن تجديد التعاقد هيكون بعد كاس العالم الان ده اهدى اهدى شوية تمام المهم كمان انه قال في المؤتمر الصحفي انه المشكلة مش مشكلة فلوس يا سلام طب خدوا دي بقى هقول لكم سر خبر لرقم عشر وفقا لمصدر بالنادي الاهلي اكد لنا ان بيتسو موسيماني كان المفروض يبقى فيه عشرين في المية زيادة في تعاقده الجديد عشرين في المية من المقابل اللي بياخده على فكرة المقابل المادي او راتب بتاع بيتسو موسيماني زاد من شهور بنسبة كويسة زوجته اللي هي وكلته طلبت من امير توفيق مدير التعاقدات في النادي الاهلي بدل زيادة عشرين في المية بعد ما كانوا اتفعوا على زيادة عشرين في المية في الراتب بتاعه في العقد الجديد آياته لا احنا عايزين الزيادة 25% عشان هو عنده عروض في الخليج وانتوا حاولوا تقربوا شوية من الأرقام المعروضة عليه في الخليج فانتوا حاولوا تقربوا من الأرقام دي بالمناسبة حقيقي انا ما عنديش مشكلة ولا انا من الناس اللي تقول ايه يحمد ربنا انه بيدرب النادي له لا لا هو من حقه زي اي بني ادم في الدنيا لاعب او مدرب اتفوض على الحاجة اللي انت شايفها مناسبة ليك براحتك براحتك تماما بس في الغرف المغلق اعمل ده في الغرف المغلق ما تحاولش تضغط بطرق شوية تروح لصحافة شوية تروح لتلفزيون شوية تطلع في مؤتمر صحفي عمال تضغط على ادارة النادي الأهلي وانا برضو عايز ادارة النادي الأهلي تثبت لي انها مش مضغوطة من موسيماني انها مش مضطرة اه اه انت لو مشيت موسيماني وانا اقول لكم ادارة النادي الأهلي بتفكر فيه بالزبط إدارة النادي الأهلي بتقولك إيه أنا ممكن أخد قراري أن أنا ما جدتش آد موسيماني هو بيحاول يضغط عليه بأمور مالية واخلافه أنا ممكن ما جدتش آد موسيماني بس لو جبت مدير فني عجنابي آخر وما عملش نفس إن جحاب بتاعت موسيماني أكيد الجماهير هتضغط عليه وتهاجمني وأنا بقولك صح بالقرار في إدارة النادي الأهلي جميع النادي الأهلي ما بتعملش كده جميع النادي الأهلي هتبضل مسندك لو أنت عملت الصح وهي شايفة رغم أنها تنتقد من ينتقد مسماني هي شايفة أن مسماني اللي بيعمله ده غلط وده مش النادي الأهلي